السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله التجارة نحو 7 ملايين شخص سيشملون بزيادة مفردات البطاقة التموينية اعلنت وزارة التجارة ان رئيس الوزراء السوداني اصدر توجيها يخص المواد الغذائية والانشائية فيما اشارت الى انه 7 ملايين شخص سيشملون بزيادة مفردات البطاقة التموينية وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون ان رئيس مجلس الوزراء وجه بدخول وزارة التجارة خطا تجاريا والقيام بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والانشائية وكل ما يتعلق بحالة المواطن العراقي موضحا ان هذا القرار سيسهم كثيرا في سد متطلبات البطاقة التموينية وتلبية حاجات اساسية للناس وتابع ان هذا القرار نقطة تحول كبيرة في عمل وزارة التجارة منوها بان زيادة مواد البطاقة التموينية ستشمل 5 ملايين ومئة الفرد اضاف الى مليون وسبعمائة الف يتم البحث والتقصي عنهم في طريق دوائر وزارة العمل وشؤون الاجتماعية واطلق رئيس مدلس الوزراء محمد الشيعة السوداني في وقت سابق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وقال مراسل وكالة الانباء العراقية واع ان رئيس مدلس الوزراء محمد الشيعة السوداني اطلق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية واضاف ان عدد افراد المشمولين بالسلة الغذائية الخاصة بالحماية الاجتماعية هم 5 ملايين و76.694 فرد التجارة خطة لزيادة المواد الغذائية المدعومة الى عشرة واشراك الوكلاء ببيعها للمواطنين اكدت وزارة التجارة التوجه لزيادة منافذ بيع المواد المدعومة والاستعانة بوكلاء البطاقة التموينية لتسهيل الحصول عليها بسبب الزخم الحاصل فيما اكدت وجود خطة لزيادتها الى عشرة مواد وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون ان الوزارة مستمرة ببيع كيس طحينة صفر بـ 38 ألف دينار وبيض المائدة بـ 4750 دينار للطبق الواحدة وتستعد لاشراك القطاع الخاص بتوفير الدجاج باسعار مدعومة وضاف ان الزخم الحالي متوقع وتجربة البيع باسعار مدعومة حديثة العهد وسنتلاف الاشكاليات الحالية من بينها زيادة المراكز التسويقية ببغداد والمحافظات وكذلك الاستعانة بوكلاء الحصة التموينية وكذلك نخطط لزيادة المواد المدعومة من 2 حاليا الى 10 فضلا عن توفير المواد الانشائية باسعار مدعومة ايضا واكد ان رئيس الوزراء وجه بزيادة التعاقدات في وزارة التجارة لتوفير المزيد من المواد الغذائية في الاسواق باسعار مناسبة وتم الاتفاق مع شركة استرالية على توريد 150 الف طن من الحنطة التجارة تجهز الوكلاء باكثر من مليوني كيس طحين لتوزيعها خلال العام الحالي اعلنت وزارة التجارة تجهيز الوكلاء باكثر من مليوني كيس طحين لتوزيعها ضمن مخصص الحصة الاولى من العام الحالي وقال مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد اسماعيل النداوي في بيان ان هناك تصاعد في وطيرة انتاج وتجهيز الوكلاء بمادة الطحين وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع شركة تجارة الحبوب وتوفيرها الكميات اللازمة من خلطات الحنطة بما يؤمن حاجة المحافظات لاكمال عملية انتاج وتوزيع الحصة المقررة واضاف ان عملية انتاج وتوزيع الطحين تجري تبعا لخطة الوزارة وبانسيابية عالية خلال تجهيز الوكلاء مؤكدا ان عملية توزيع الطحين على الوكلاء مستمرة دون انقطاع وبحسب التسلسل الزمني لكل مركز وبين وفقا للبيان ان لجان الفروع الرقابية والنوعية مستمرة بمتابعة عملية التوزيع في المحافظات والاشراف المباشر على انتاج الطحين وتجهيز الوكلاء والمواطنين لضمان ايصال نوعية جيدة من الطحين الى المواطنين فضلا عن مطابقتهم للمواصفات القياسية المعتمدة واشارى الى ان تسجيل الفرق المشتركة زيارات تفتيشية بيدانية شملت المطاحن العاملة والوكلاء في محافظات البصرة والسماوة وميسان وديالا وكركوك والانبار والنجف وكربلاء وبابل للاشراف على تجهيز الطحين مؤشر بذلك الى عدد من المخالفات الرقابية التي بدورها احيلت الى الاقسام من لجان المختصة لتطبيق شروط الجزائية بحق المخالفين مبينا ان الفرق النوعية تواصل عملية سحب النماذج لغرض اجراء الفحص المختبري اضافة الى اختبار الخبازة ودعت الشركة حسب البيان المواطنين الى مراجعة الوكلاء وتسلم حصصهم من مادة الطحين والابلاغ عن المخالفات في حال ملاحظتها عند الاسلام التجارة ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والحليب والطحين باسعار مخفضة اعلن وزير التجارة اثير الاغراري ان الاسبوع المقبل سيشهد ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والطحين والحليب باسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق المحلية وقال الاغراري في بيان ان منافذ وزارة التجارة ستقوم خلال الاسبوع المقبل بضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والبيع باسعار مخفضة عن السوق المحلية فضلا عن ضخ كميات كبيرة من مادة الطحين الأبيض بسعر 37 ألف دينار للكيس وهو ما يقل عن الأسعار السائدة الآن كذلك تقرر قيام منافذ الوزارة خلال الأسابيع المقبلة ببيع مادة لحوم الدجاج بسعر لا يتجاوز 3000 دينار للكيلو الواحد وبيع الحليب لتر واحد بسعر ألف دينار فقط وأضاف أن خلية الأزمة المشكلة في وزارة التجارة ناقشت اليوم عدة قرارات منها ضخ كمية كبيرة من الأسماك واللحوم والأجبان خلال الأسابيع المقبلة وبما يتلاعم مع حاجة السوق المحلية كذلك استمرار منافذ الوزارة ببيع بيض المائدة والحليب والطحين والدجاج بكميات تفوق ما تم بيعه خلال الأيام الماضية بعد تزايد الطلب عن هذه المواد في منافذ الوزارة التي استمرت بعمليات التجهيز بعد زيارة رئيس الوزراء إلى مخازن الوزارة وأطلاقه حبل التجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بخمسة مواد إضافية التجارة تؤكد تأمين الحاجة من الحنطة والمباشرة بتوزيع مادة الطحين دون توقف أعلنت وزارة التجارة عن الكميات المستوردة من الحنطة وفيما أكدت تأمين حاجة البلاد من الحنطة حتى الموسم التسويق القادم بتوجيه من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وأشارت إلى أنها ستباشر بتوزيع مادة الطحين بشكل متسلسل دون توقف وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري لوكالة الأنباء العراقية أن الشركة استلمت مليونين ومئتين ألف طن من الحنطة المحلية خلال العام الماضي وهذه الكمية غير كافية لست حاجة البلاد لعام كامل مبينا أن العراق يحتاج إلى أربعة ملايين وستمائة ألف طن من الحنطة سنويا وأضاف أن رئيس الوزراء السوداني أصر على معالجة موضوع نقص الحنطة بأسرع وقت ممكن لذلك بدأنا باستيراد أكثر من 800 ألف طن خلال الشهرين الماضيين وإشار إلى أن الكميات المستوردة تأتي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد حيث وصلتنا أول باخرة من الحنطة الكندية بحمولة أكثر من 52 ألف طن خلال اليومين الماضيين وفي شهر المقبل ستصل خمسة بواخر استرالية أما شهر آذار ستصل ثلاث بواخر وشهر نيسان المقبل ستصل من ثلاثة إلى أربعة بواخر وذكر أن جميع الكميات التي تم استيرادها من الحنطة من أفضل المناشئ العالمية وهي من كندا وأستراليا وأمريكا ولفت إلى أنه خلال الفترة الحالية سيتم توزيع الطحين بشكل متسلسل دون توقف لحين الوصول للموسم التسويق القادم أي في شهر نيسان المقبل وأكد أن الحصة الأولى من الطحين لهذا العام موجودة في مخازن الشركة أضاف إلى الخزين الموجود وكذلك سنبدأ بخلط الحنطة المحلية مع المستوردة وزير التجارة يوضح إيجابيات مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية فصل وزير التجارة أثير داود الغريري عن إيجابيات مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية وفيما أكد أنه سيطبق بعد النجف الأشرف في جميع المحافظات أشار إلى أنه سيمنع التلاعب ويقلل إجراءات الإصدار والشمول وقال الغريري أن الوزارة باشرت تطبيقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووفق ما ورده في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري بالتحول إلى الأثمة الإلكترونية للمعاملات بأسرع وقت ممكن وأوضح أن الوزارة بادرت بإطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في النجف الأشرف كمرحلة أولى وتم استنفار الطاقات بغية تسريع إنهاء ملف التحول الإلكتروني كنموذج وعاما بعد ذلك على جميع المحافظات وأشار إلى أن تحويل البطاقة التموينية الورقية إلى الإلكترونية سيضمن للوزارة إيصال مستحقها وتوزيعها بشكل دقيق فضلا عن ضمان رصانة البيانات عن المواطنين وحقهم في استلام الحصة التموينية المخصصة له ووفق نظام إلكتروني دقيق يمنع التلاعب أضاف إلى أنه سيختصر إجراء الإصدار والشمول وأتمام عمليات الحجب والنقل والفلز والشطب الإلكتروني وبالتالي سيوفر على المواطنين عناء معاملات تستغرق أشهر وأضاف أن خدمة البطاقة التموينية الإلكترونية ستكون عبر تطبيق إلكتروني على الموبايل وستحقق عدة أهداف منها ترصين قاعدة البيانات وتقديم أفضل خدمة ممكن للمواطن وضمان وصول هذه المواد لمستحقها ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم المشروع في محافظات العراق كافة وسيتم استنفار الطاقات بشركات الوزارة مع طاقات المحافظات من أجل إنجازه بأسرع وقت ممكن